الفساد في العراق بدأ عنواناً بارزاً بعد عام 2003 خرج المواطنون في جميع المحافظات احتجاجاً على استشرائه في الحكومات والسنزافه للثروات البلاد واليوم يتكرر ذات المشهد في البصرة التي تشهد تظاهرات ضد حيتان الفساد الحكومية التي تسعى لابتلاع مشروع ميناء الفاو المتظاهرون طالبوا بإرسال قوة عسكرية للسيطرة على مشروع الميناء وفتح تحقيق مع شركات محلية تعمل بدلاً عن الشركة الكورية الجنوبية مؤكدين أن أحد هذه الشركات تعود لأحد المتهمين بسرقة أموال الضرائب من مصرف الرافدين وأن هناك شركات تابعة لأحزاب وميليشيات تسيطر على المشروع بقوة السلاح ولا تسمح لأي أحد بالاقتراب من ملف الميناء وما يؤكد ذلك أعلان قائم مقام قضاء الفاو في محافظة البصرة وليد شريفي عما سمى انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير لتعلن شركة مباشرة إيقاف العمل في ميناء الفاو الكبير إثر الحادث إلا أن مراقبين وناشطين أكدوا أن مدير الشركة الكورية قتل وأن ذلك تم في إطار سعي جهات النافذة إلى أنهي عقد الشركة الكورية والدفع باتجاه إبرام عقد جديد مع صين حليفة إيران ضمن شروط معينة تضمن استفادة شركات تابعة لأحزاب وميليشيات مشروع ميناء الفاو على مر الحكومات المتعاقبة واجه منذ عام 2005 فسادا ماليا وإداريا وعقبات عديدة بسبب انهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق وكلها أسباب أدت لتأجيل هذا المشروع وعدم إنهائه رغم تأكيد خبراء الاقتصاد أن مشروع ميناء الفاولة هو أهمية سراتيجية ومردودات مالية كبيرة للعراق ستسهم في تحريك عجلة الملاحة البحرية من خلال نقل وإيصال البضائع والنفط بشكل أسرع من أي وقت مضى إلا أن تلك الأمال تلاشت ووئدت في مهدها بسبب أجندات الأحزاب المرتبطة بإيران وتهيئتها للظروف اللازمة لاكتساح المحور الصيني الروسي الإيراني للعراق